محمد أبو نصيرا في الدوحة مركز الحدث الآن والمفاوضات التي تجري على مستوى فرق العمل ما أحدث ما رشح عنها الأحدث رولا هي التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري في حوار صحفي الدكتور ماجد الأنصاري قال أن البطء الحادث على المستوى العام مرده يعود بشكل أساسي لعملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وأن الفرق تعمل على صياغة لغة مشتركة تكون مقبولة من الطرفين قدر الإمكان ولكنه لا يرى أن الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار أو لتوافق على بعد ميل يعني أننا لسنا بمقربة من التوصل إلى هذا الاتفاق وهناك تعقيد وانعدام في الثقة هذا ربما يحملنا بشكل أساسي لما تقوم به الوفود حاليا هناك مساران أساسيان المسار الأول الأبواب المغلقة والمسار الثاني الأبواب المواربة التي يمكن فتح بعض الثغرات فيها أما الأبواب المغلقة رولا فهي التي أكد نيتنياهو مرارا أنه لن يتنازل عنها على الرغم من النصائح التي قدمت له حتى من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ونحن نتحدث هنا عن محور نيتساريم وعن محور فلاديلفيا هتان النقطتان التي وضعهما نيتنياهو كحجر عثرة أمام المفاوضات كما يقول كثير من الذين يحاولون فهم المشهد ولكن أين يمكن الحراك أو البحث عن اللغة المشتركة التي أشار إليها دكتور ماجد الأنصاري هذا يعتمد على النقاط التفصيلية المرتبطة بالأسرى والمحتجزين بشكل أساسي والأسماء المطروحة ومن هم الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم الأسرى الفلسطينيين وكذلك الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين هذا يعني ربما يكون فيه مساحة وقدر من المناورة والأخذ والرد ولكن إذا أردنا أن نفهم الصورة بشكل أوضح فإننا نتحدث عن يوم ثاني من المفاوضات ولكن لا تقدم على صعيد الأشياء الاستراتيجية بأي معنى؟ بمعنى ما الذي تريده المقاومة؟ المقاومة تريد اتفاقا مبنيا على الوثيقة الأمريكية التي أعلن عنها بايدن والتي قبلت المقاومة في يوليو الماضي هذه الوثيقة تشير إلى مرحلة أولى مكونة من 42 يوما ولكن هذه المرحلة الأولى ستشهد مفاوضات على مرحلة ثانية توصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وهذا ما لم يعد مطروحا على الأقل من الجانب الإسرائيلي الذي لم يعد يتحدث عن الوقف الدائم لإطلاق النار وإنما يريد أن يفصل المرحلة الأولى عن سائر مراحل الاتفاق وأن يبقيها وفق العنوان العريض الذي يقدمها الإسرائيليون مرحلة إنسانية بمعنى يتم الإفراج عن الأسراء الإسرائيليين الذين يوصفون بأنهم مرضى بأنهم مصابون بأنهم مدنيون بأنهم نساء بأنهم كبار في السن ويتم التغاضي عن بقية المسائل المرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وإنهاء الحرب وكذلك رفع الحصار عن قطاع غزة وبالتالي المقاومة ترى أن هناك بونا شائعا شاسعا وكبيرا بين ما تريده وبين ما يطرحه الإسرائيلي